ايه اسماء الشيبس اللي هناخدها السنة دي عن البوليجونز عندنا سكوير، ريكتانجل، باراليلو جرام، رومبوس، ترابيزيوم هناخد البوربيرتز بتاعت كل شكل فيهم ايه هي البوربيرتز؟ السايدز والأنجلز والدياجنالز بتاعت كل شكل وكل شيب فيهم اول حاجة عندي السكوير السكوير كل الاشكال دي طبعاً كوادرلاترال كلها ربعية لها فور سايدز وفور أنجلز وفور فيرتزز بالنسبة للسكوير كل اللاينز بتاعتو كل السايدز بتاعتو اللي من بره الفور سايدز لو قسناهم بالمصدر حيبقوا ايكوال كل تو سايدز بارالل ما بيحصل لهمش انترسكشن يبقى ده بارالل لده والسايد ده بارالل للسايد ده خلصنا السايدز نتكلم عن الأنجلز الأنجلز بتاعتو كلها رايت انجلز كلها ايكوال ناينتي ديجري خلصنا الأنجلز نتكلم عن الدياجونال ايه هي الدياجونال الدياجونال زي ما قلنا اللي بيربط بين تو فورتكس مش وراء بعض يعني ده كده ده اللي بعديه يبقى ده كونسيكاتف لكن اللاين ده نان كونسيكاتف يبقى لما وصلهم ببعض كده ده كده اسمه دياجونال وده كمان اسمه دياجونال يبقى اتس دياجونالز او بيربنديكولر التو دياجونالز بتاعتو كون لي يبقى يبقى هما الاتنين متسويين في اللاين في اللنز لو جيت استهم هيطلعوا ايكوال يبقى كده تكلمت عن نيجي لركتانجل يبقى ده ايكوال متوازين يعني اللاين ده ايكوال الفرق بينه بين الاسكوير الاسكوير الفور بتاعتو ايكوال لكن الريكتانجل كل تسو بس ايكوال ده ايكوال ده نتكلم عن الانجلز الانجلز في الريكتانجل has four right angles كل الانجلز بتاعتو ايكوال 90 ديجري بالنسبة للدياجونال احنا اتفقنا خلاص ايه هو الدياجونال الدياجونالز are equal in lens الدياجونال بتاعتو are equal in lens بس مش بربنديكولر زي في السكوير في السكوير الاثو دياجونالز are بربنديكولر لكن في الريكتانجل الاثو دياجونالز are non بربنديكولر بصوا هتلاقوا هنا two acute angles two obtuse angles لكن في السكوير the four angles are right angles هنتكلم بعد كده عن الparallelogram والرمبوز والترابيزيوم مابلت مابلت مابلت